الوحش الجديد من سامسونج وصل الزي فولتو بدي اعمل حركة فيصل جاهز لحلقة اليوم؟ جاهز ومتحمس مرة لحلقة خفيفة لطيفة فيها كثير من المعلومات الجدن قيمة مع جلساتك حياكم الله متابعينا بحلقة مميزة مع ضيف مميز الاستيس فيصل الغزاوي استيس فيصل الغزاوي لما تفكر بالاناقة لما تفكر بالاليجنس واللباقة والستايل حضرتك على طول بتجي بالواجهة نتشرف فيك نحن اليوم حابين نستفيد منك ونعرف شوي عن المراحل اللي مريت فيها متى ابتدت متى ابتدى اهتمامك بعالم الموضة والفاشن اول شي شكرا للمقدمة الاكثر من جميلة نسيت الكلام كله من قلبي بداياتي صراحة وجدي بديت يعني وأنا صغير بس ما كنت طبعا واعي للشي هذا بس كنت دايما أحب ألبس أحب تلاقيني أحط هذا على هذا وألوان ومدر إيش كنت دايما لما أفتح صوري وأنا صغير ألاقي أخواني نفس الشي فاصلت لقي شي ثاني عرفت حتى الأهالي دايما وإحنا صغير دايما يحبوا يلبسوا أبولادهم أو بناتهم نفس الشي يعرفت أنا كنت أغانست الشي هذا وبس سبحان الله يعني بديت أكبر فصار عندي طلع أكثر وعي أكثر طورت نفسي وأخذ كوسة شهادات وهذا أنا اليوم طب ممتاز يعني أخذت الموضوع لبستوى ثاني شهادات يعني بمعنى درست الموضوع دراسي هذا يظهر بايدووي أنا طلعت على البروفايل طبع أقولك وحياتا بهرت بالأشياء اللي شفتها طب أنت يعني بالجو اللي نحن فيه كيف تميزت يعني لأنه مش كل الناس مش كل الناس مثلا بيقولوا إخدين الموضوع بهالجدية شو اللي يخليك أنك يعني تدخل بالمجال على مستوى أعلى من العادي أوكي يعني شوف أنا دائما فيه مسج أحاول أوصلها للناس عرفت يعني إحنا دائما تعودنا الفتاة أو السيدة أو الأنسة هي اللي دائما تكون أنيقة متألقة تحب تغير تحب مدريه بس أنا دائما يعني أحاول أوصل المسج أنه حتى إحنا الشباب نقدر نكون نفس الشي يعني أقصد أنه تقدر دائما تكون مميز تقدر تكون متألق تقدر تنوع في السايتس حقتك تلبس ألوان وما إلى ذلك فهذا هو المسج اللي دائما قاعد أحاول أوصله للناس عرفتون الحمد لله يوصل مسج جميل حياتا وفعلا بتحس أنه أحيانا مفقود فنحنا يعني حابين نربط الموضوع ببعض الأجهزة اللي عندنا اللي هي بالفخامة لكن قبل ما نحكي عن الزي فولتو والأليغنس بالمعنى والجمال والدلال صورك على السوشال ميديا بحس فيها يعني فيه احترافية معينة فيه اهتمام يعني كل صورة طبعا بيقولوا الصورة عبارة عن ألف كلمة يمكن أكتر ما لقيت ولا صورة أنه هيك عشوائية ولا كل شي فيه اهتمام شو السر؟ شو السر؟ أو ثلاث ثلاث ألمنت كل أبريشن يعني نوع من التعاون نجاح الصورة أو النتيجة النهائية اللي تشوفها للصورة هذه نجاح ثلاث ثلاث ألمنت أول شي الشخص اللي قاعد يصور عرفت؟ تمام ثاني شي الشخص اللي قاعد يتصور ثالث شي اللوكيشن عرفت هذه الأهالي الثلاث ألمنت إذا كلها اجتمعت مع بعض تقدر تطلع بالنتيجة ما بقول بس مثلا اللي أنت قاعد تقول لي عليها بأنه بتشوف عندي حتى ناس كثير يعني ولكن هذه أكثر شي تقدر يعني كلها مع بعض تكون لك النتيجة اللي أنت قاعد تشوفها اليوم عرفت؟ طبعاً أحياناً في واحد من الألمنت يكون مبقود اللي هو الفوتوغرافر يعني هي تكون مسافر أحياناً وقتها يطلع دور الجوال اللي هو يقدر يطلع لك الصورة الاحترافية عرفت؟ فيصل عشنا أزمة الحجر الصحي والحمد لله يعني تقريباً تغلبت عليها شو الأشياء اللي أنت ما بتطلع من البيت بدونها؟ ما تقابل أحد من الناس إلا تكون معك؟ طيب صراحة واحدة من الأشياء يعني واحدة من الأشياء اللي ما أطلع من دونها اللي هي الكمامة هذه بغاية الأهمية يعني هذه ممكن أنا يعني اليوم صرت أنسى اسمي ولا أنساها عرفت؟ يعني حقيقة اي بانك لما أطلع من دون كمامة بعد كده عندي يعني أنا مشكلة أشياء كثيرة عرفت؟ فدائماً عندي باكباك ما أطلع إلا فيها يعني فتلاقي فيها نظارات فيها برفيوم فيها مدريك كل الأشياء اللي أحتاج أعرف خلاص بالباكباك هذه طبعاً دفنت لي الجوال يعني برضو هذا قبل الحجر وبعد الحجر ولين آخر يوم في الدنيا حيكون الشيء اللي مستحيل أسيب أو مستحيل أطلع من دونه بيتهيقلي إحنا في زمن أو واحد طلع من البيت بدون الجوال بيرجع صح؟ فيك تكمي أنا ما قدرت يعني صارت معي أكثر من مرة ممكن ممكن واحد ينسى أي شيء بس الجوال لازم يرجع للبيت وإلا تحس حياتك تعطلت طب كون إن إحنا بصيرت الجوال برأيك شو الأشياء اللي لابد تكون موجودة بالجوال ليكون بالنسبة لألك مستاهل يعني مرة يهمني يهمني طبعا يهمني مرة بطارية مرة تهمني لأنه فعلا أنا من الناس الجوال 24 ساعة فالبطارية مرت تهمني الشاشة حقته يعني في حيان فيتشار زي اليوم قلت فيتشار كانت جديدة علي صراحة بس مرة تفرق معي أنا اللي هي مثلا مديني أفتح تري وندوز أت ونسي يعني كل الثلاثة أقدر أستخدم الثلاثة هذه هذه فيتشار صراحة جديدة علي بس مرة همتني يعني شدتني عرفت أني أستخدمها في شغلي لونه شكله حجمه عرفت كل هذه الأشياء صراحة هذه كيف مرت يفرق معي في الجوال؟ يعني كأنه سامسونج حسد بشعورك كأنه أنا بقولك أعطيني الهدية كأنه بش كأنه هو مثل ما حضرتك قلت فعلا الزي فولتو إذا بنا نحكي على تعدد المهام إذا بنا نحكي على أنك تفتح ثلاث تطبيقات بنفس الوقت وللمعلومة فيك تعمل لهم شورتكت يعني أنت لفترضنا دائما تفتح سناب شات واليوتوب وخلينا نقول الإنترنت براوزر بعد ما تفتح الكاتي على الجهاز ستعمل شورتكت لألون بتسير من يوم ورايح ما تضغط على الشورتكت يفتح ثلاث تطبيقات دائما وأبدا جاهزين يعني أي شي بيسهل عليك حتى تضل الستاندر تبع ستايل عندك عالي الجهاز برضو هيعطيك نفس الميزة طبعا إذا عبتحكي على الشيشة أنت عبتحكي على الشيشة كثير كبيرة وبعض الناس بيفتكر أن الجهاز الشيشة اللي جوا بس 7.6 لا نحنا عندنا الشيشة البرانية اللي هي 6.2 فأنا بستخدم الجهاز كجهاز عادي ولما أوصل لمرحلة أنه بدي أتعمك بالشي بغض النظر اللي هو أنا بيفتح الجهاز وبيصير عندي تقريبا تلفزيون مع إمكانيات كبيرة خليني يفرجيك الواحدة من الإمكانيات لا تشوف إذا بدك تقول شي براكتكال ولا شي سهل الاستخدام حنشغل الكاميرا عندنا فانكشن يا أستاذ فيصل لأنه أنا بخليك أنت تختار متى أخذ الصورة يعني بالنسبة للألي بيتهيئ لي حضرتك بهمك كثير أن الصورة تكون بتعشبك لألك مش المصور لأنه رأيك كمان بهم وأحيانا بيكون المصور عارف أحيانا بيكون يمكن زميلك يمكن أخوك إلى آخرية هلأ شوف شو هنعمل عندنا اوبشن أنا حخليك تشوف حالك أنا عم صورك شايفة؟ فالكاميرا فالكاميرا بس بشين تشوفوا الكاميرا عم بتورجيني أنا وأنتو شايفين الجهة الثانية والعكس صحيح ونفس الشي هلأ فبالتالي لما تكون جاهز جاهز أي بيتهيئ لي أنا توني أخدت أحلى صورة بحياتك مع الفولتو أظن هذه من أحلى الصور اللي أخدناها لستيس فيسا على الإطلاك بدينا نشوف هذه بعدين على السوشيبيت بشين أنا أحس أنه أعملت شي اليوم بالجوال هتشوفها إن شاء الله فالزيفولتو عندي خبر حلو لألكون البري أوردر جاهز ونفتح للطلبات المسبقة ويلي بيطلب الجاهز مسبقا له مزاية كتير أولا البدز لايف السماعات البلوتوث اللي هي أعلى مستوى وأفضل شي مع عزل الصوت البراني ثانيا عندنا كير كارد العناية بالشاشة بطاقة خاصة في اي بي للعناية بالشاشة وأهم خبر بيهمك كتير اللي هي البارتنرشيب أو العلاقة مع لورن ديل لورن ديل عبارة عن شركة كونسيرج كونسيرج سيرفيسيز هي بالآخر في اي بي شركة أهمة انت لما تعمل يعني كونتراكت معهم بيعتنوا فيك من رحلات مطاعم فنادق حتى لو طلبت أنك تجيب قطعة من الأمر بيجيبوه لك إيها خبرتنا المسؤولة مديرة الشركة أنه في واحدة طلبت من زوجة الأمر يمكن عم تمزح معه أم هو أخذ الموضوع جد تخيل لأي درجة الحب وراح على ناسا الشركة نفسها لورن ديل تواصلوا مع ناسا واشتروه لها قطعة أمر وجاب لها الأمر وقال له تفضل إيه هذه قطعة أمر عندك هذا مثل على الإمكانيات اللي موجودة بلورن ديل ونحن بسامسونج متشرفين على أنه نشتغل معهم كأكسكلوسيب لعملاء زي فولتو بمتجر سامسونج ومع الشركاء المعتمدون فيك نتطلبوا جهاز للبلي أوردر هلا أستاذ فايصل أنا كان ودي أنه نحكي بالفاشن كتير بس نحن ما بدنا نطول على الجمهور الكريم فبشكرا كتير على حضورك أي شي بتحب تقولوا بالنهاية حقيقي شكرا لكم والصراحة كان جدا جميل وشكرا على الجوال الهدية نعم هيدي هدية لألك وهيدي هدية لألك كمان خليني أعطيك الساعة السماعة والسماعة طبعا بس الله خليك أول ما تخلص تصوير لا أعطيك العافية شكرا أستاذ فايصل أعطيك العافية السلام عليكم رحمة الله موسيقى 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 موسيقى